مع الجهة التحكيم في انتظار نتائج بالنسبة للآباء والأمهات والوليدات إن شاء الله بعد لحظة وبعد حليل سيكون إعلان نتائج دين مرحلة الأولى وتكون بعدها إقصائيات المرحلة الأولى إن شاء الله اللي هتكون يوم لأحد الموالي مشي هذا ولكن لمرة أما بالإشارة إشارة أولية بالنسبة للتمع المشاركين والمشاركة التي تسجلوه رأى اللوائح عدنا إن شاء الله من أحد المقبل إذن هذه فرصة للمزيد من العطاء وشافوا كيف الشردوز المسابقة ويأخذوا أحد أريح يدياً لمنفس أسبوع دغيائي دوز إن شاء الله وموعدنا إن شاء الله في نادي الموظفين الأحد المقبل إذن قلت الحمد لله الذي خلق الإنسان وفضله بالأصغرين القلب واللسان نحمده على ما علم من البيان ونشكره على ما أولى من الإحسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجعه بها الفوز والأمان ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله وعسوله صلى الله عليه وسلم تسليما وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بي الغمة ومع الظلمة وجاد في الله حق جهادي حتى أتاه اليقين بداية نحن جد مسرورنا بهذا اللقاء البهيج معاتي أجوه الميلة طيبة مباركة مع فلدات أكبادنا معاتي الضراعين حفظت القرآن الكريم وجدنا فيهم تقريبا عشرات من قرآن الكريم أو أكثر وهذا جميل الصورات الشجية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم أوتيتنا أو أوتيتم مزمارا من مزامير داود الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يقرأ الذي يقرأ القرآن له حسنة والحسنة بعشر أمتالي كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمتالي لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصحابي الجليل اقرأ علي القرآن فتعجب الصحابي الحمد لله نحن عم لأسات لأهلاو ومقرأين وشيخ كبار بارك الله فيهم السي محمد بن فقدول أخذنا لمن وقته ومع صلاط العصر ينتظرونه لذلك مشابت يتمكن من إقامة صلاط العصر بإذنه تعالى فقال له أقرأ القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري إني أحب أن أسمعه من غيري إذن هذه الأصوات بارك الله فيها جميعا كما ذكر الأخ ندروا حد كلمة إن شاء الله بمناسبة رمضان الأبرك لا أجد الآن إلا أن أحددكم بحديث في القمة والروعة والجمال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحددنا عن هذا الشهر الفضيل شهر الخيرات شهر الفضائل والبركة شهر الأنواح شهر الأنوار الربانية والنفحات الطيبة المباركة فيقول أعطيت أمتي خمس فضائل لم أعطي أن أمة قبلها خمس فضائل خمس خصاب خمس مزايا خمس حطايا قال أولا إنه لقلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك هذه الرائعة هذه الرائحة التي تنبعث من فهم الصائم فإنها أطيب وأزكى وأعظم وأعطر عند الله عز وجل من رائحة المسك ثانيا أن الملائكة تستغفر لجميع الصائمين تستغفر لهم في كل ليلة وفي كل صباح لماذا؟ لأن في الحديد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان لصاحبه ما يوم القيامة هذه الرائعة القرآنية وتكرواها وتفرحوا بكم وتنشتم قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يشفعان لصاحبه ما يوم القيامة الصيام يقول أي ربي منعته الأكل والشربة وسائر المفترغات منها فشفعني فيه فيشفع والقرآن يقول أي ربي منعته القيامة بالليل من قراءة القرآن ومن قيام الليلي ومن تهجد ومن صلاة تراوية هذه الدعوة بش نحضره صلاة تراوية في المساجد نسمع الأسوات الساجية نتضبروا الآيات والمعاني القرآنية فيقول فشفعني فيه فيشفع غدا يوم القيامة لصاحبه ثالثا وهي بشارة أن الله عز وجل يأمر جنته ويقول لها يا جنتي يا جنتي خطار استعدي وتهيئي وتزيني لعبادي أو شكو أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دار كرامتي إلى دار كرامتي ثم أن الله يغفر لجميع الصائمين وذلك في آخر كل ليلة يغفر لجميع الصائمين وذلك في آخر ليلة استغرب الصحابة استغرب الملائكة والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم في مجلسهم بهذا الحديث استغربت الملائكة وقالوا لجبريل عليه السلام وتعلمون أن جبريل هو الذي جاء بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عليه القرآن لولي ذات اقرأهم على شمي أول آية بسم الله الرحمن الرحيم هذه التعلم جميع أسمعكم أسمعكم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علم اقرأ وربك ذكرم الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يرتجي يرتعيش وهنا طمع الأمهات لحضر معنا والأم مدرسة إن أعددت شعبا طيب الأعراقي تنشكر الأمهات اللي هم التي جمناها ذولدت رسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس يحقوا بصحابتي يا رسول الله قال أمك ثم أمك زد ثم أمك عاد ثم أبوك والسيدة خديجة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وهو في غار حراء ارتعي وجاء زملوني ذدروني من طمعنات أنيسته في الدر سيدة خديجة زوجه رضي الله عنها خديجة أم المؤمنين قالت له يا رسول الله لا تخف كلا لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحيم وتحمل الرقاة وتعين على نوائب الضيب فالله كلا والله لن يخزيك أبدا إذن هذه دعوة للأمهات يزيدوا تبقى الله في تربيتهم لأولئي البنات والأطفال ولهم الأجر والتوابع عند الله عز وجل فمسيرة موافقة حتى لا أطيل عليكم في نهاية الحديد جبريل عليه السلام لما سئل قالوا له يا رسول الله ما دفع الله بهؤلاء الصائمين نهارا القائمين ليلا ماذا عندهم فقال جبريل عليه السلام نظر الله لهم نظر الله لهم جميعا إلا أربعة ونستعيد بالله أن نكون منها من هؤلاء فقط للتذكير مدمن الخمر وعاق والديه وقاطع رحيم والمشاحن مدمن الخمر لا شككس عليه جميل المسكرات المخدرات الأفيول إلى غير ذلك من الأمور دعوة لشبابنا أن هذه فرصة للإقلاع عن مجموعة من الخبائد الفرصة للإقلاع عن التدخيل في هذا الشهر المبارك الكريم لماذا؟ لأن نفوسهم زكية نفوسهم طيبة هانئة مرضية وهم يصمون طوال النهار عن هذا التدخيل وإذا بإمكانهم أن يغيروا حياتهم إلى الأفضل بإذنه تعالى مدمن الخمر وعاق والد ولذين حضرين عنا ولله الحمد تعلمون أن الله عز وجل دائما دائما يقرن عبادته يقرن عبادته وطاعته برضى الوالدين كما قال حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما الله عز وجل يقول وعبد الله